اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا اخدناها في سنة اولى واتدربنا عليها كويس واخدنا فيها مجموعة من الغرز كانت اهمها الجرسي والديربي هنكمل مع بعض ان شاء الله في سنة تانية وهناخد مادة التراكيب بتوسع اكتر عشان تمهدنا للصف السالس باذن الله المادة بتاعتنا مادة جميلة وسهلة ومهاراتها جميلة جدا محتاجة بس تدريب وليه محتاجة تدريب لان سهلة او ان انا اجيب فيها الدرجة النهائية بس اهم حاجة عندي ان يكون شغل ايديا كويس يعني اكون مدربة ايدي اكتر من مرة ده غير ان هي كمان ما بيبقاش فيها وقت للمذاكر يعني انا مش محتاجة الوقت عشان اذاكر او احفظ او يبقى فيه مادة نظرية كبيرة بالعكس المادة النظرية عندنا مادة بسيطة جدا مجرد ما بتفهم الغرزة وطريق التشغيل طيب مادة التراكيب عندنا الاول قبل ما نبدأ فيها عايزين نعرف يا بتتكلم عن ايه احنا منهجنا السنة دي بيبدأ بغرزة الاجور وبعد كده بنكمل بخلايا النحل الخفيف والسقيل وبنكمل بترتيب الابر تصميمات بترتيب ابر على الماكينة التريكل المستطيلة الاوتوماتيكية النصف جاكر طبعا احنا عارفين الماكينة الاوتوماتيكية دي النصف جاكر اللي احنا عندنا في سنة تانية دي فيها نوعين من الابر ابر كعب طوير وابر كعب قصير فبناخد فيها مجموعة من التصميمات وبكده بننهي الباب الاول بتاعنا وان شاء الله اشوفكم على خير بقى بعد كده في الباب التاني او الترمي التاني وهنبدأ فيه بالبكية الفرنسية والسويسرية والديربي والبرل طبعا منهجنا سهل وبسيط ما فيوش اي حاجة هنبدأ مع بعض النهاردة بالباب الاول بتاعه هو غرزة الاجور تعالوا مع بعض نشوف الباب ده في ايه اول حاجة عندي عايزة اعرف اقمشة التريكو بتتكون ازاي بتتكون اقمشة التريكو من تشابك مجموعة من العراوي يعني احنا عندنا اقمشة التريكو بتاعتي عبارة عن مجموعة من العراوي العروة دي بتتكون من ايه من رأس وساق وقدم وممكن نقول عليها رأس وساقين وقدمين يعني الجملتين صح تعريف الجملتين صح طيب احنا ايه اللي درستنا السنة اللي فاتت ايوة خدنا اول حاجة عملية احلال الغرزة اللي هي عملية التكوين ازاي الغرزة التريكو بتتكون وخدنا كمان اقمشة الجرسية خدنا لها وجه وخدنا لها ظهر وخدنا اقمشة الدربي بانواعه او البليسي بانواعه واحد لواحد اتنين لاتنين وثلاثة لثلاثة الاخ من الانواع من الدربي يبقى احنا درسنا السنة اللي فاتت غرزة الاحلال او عملية احلال الغرزة خدنا اقمشة الجرسية وجه وضهر وخدنا اقمشة الدربي بانواعه طيب نكمل هنحضر دلوقتي فيديو سهل لعملية إحلال وتكوين الغرز هنشوفه مع بعض هنا الإبرة بداية الإبرة فيه الصعود لأعلى فيه إبرة عندي في قضيب الإبر الأمامي وإبرة فيه قضيب الإبر الخلفي الخيط دخل علي بدأت الإبرة تلقط الخيط وتنزل لأتمام عملية الإحلال تاني الإبرة طلع قدامة هي الأقصى مشوار صعود لها خدت الخيط وبعد كده بدأت تنزل عشان تعمل عملية الإحلال طيب تاني نشوف مع بعض الفيديو ده بدأ معايا هنا من بدايات التريكو من عندي نوعين من التريكو تريكو السدى وتريكو اللحمة لو أنا بصيت هنا على الشاشة هلاقي شكل غرزة التصريف غرزة التصريف الأولانية والغرزة العيمة والغرزة المعلقة طيب أدي قدامه شكل غرزة التصريف وجه وغرزة تصريف دهر طيب غرزة الوجه وغرزة الدهر إيه الفرق ما بينهم لو إحنا بصينا كده هلاقي غرزة الوجه بتبقى على شكل حرف V أما غرزة الدهر على شكل أنصاف دوير زي ما هي متحددة قدامنا هي آدي شكل غرزة الوجه اللي بتتكون من الرأس والساقين والقدمين قدامه رأس من فوق وفيه ساق يمين وساق شمال وفيه قدمين اللي بيتم فيها تشابك الغرس طيب غرزة الدهر عبارة عن أنصاف دوير يبقى عبارة عن نص دايرة الرأس بتاعها عبارة عن نص دايرة وبعدين برضو فيه الساقين وفيه القدمين اللي بيبدأوا يتشابكوا مع الغرس دي كده كان شكل غرزة التصريف اللي هي الغرزة العادية خالص على الوجه والغرزة العادية على الضهر تاني غرزة الوجه على شكل حرف V الرأس بتاعتي متقسمة والساقين والقدمين طيب دا شكل غرزة ايه ايوة الغرزة المعلقة يعني ايه غرزة معلقة يعني الابرة طلعت لمستوى سمح لها انها طلقت خيط ولكن ما تصرفش يعني ما وصلتش لأقصى مشوار ان تخليها تصرف فده اتكوم عليها سطر اتنين تلاتة حسب العدد اللي انا عايزين طبعا ديها غرزة الوجه في حالة التعليق وغرزة الضهر في حالة التعليق يبقى بيتجمع عندي اكتر من غرز ادي الابرة عندي الابرة اللي قدامي دي اسمها الابرة ذات اللسان اللي بتتكون من خطاف ولسان وساق وكعب ادي بداية صعود الابرة الاعلى لو احنا بصينا هنلاقي ان الغرزة القديمة موجود ما تصرفتش وطلعت برضو لقطة خيط جديد يبقى طلعت لمستوى سمح لها انها طلقت خيط لكن ما تصرفش الغرزة القديمة دلوقتي ايوة لقطة خيط جديدة هو وصرفت الغرز كلها مع بعض ايوة نزلت لتحت بعد ما صرفت الغرز كلها مع بعضها يبقى طلعت لمستوى سمح لها انها طلقت خيط ولكن ما تصرفش الغرزة الاديمة عليها. تجمع عليها خيط او اتنين او تلاتة. حسب عدد سطور التعليق اللي انا عايزاها. وبعد كده بتبدأ تنزل تعمل عملية التصريف. ده شكل لي اقمشة الجرسي بتاعتي او نبص مع بعض كده. دي شكل الغرزة ايه? ايه? ايوة نبص لها كده كويس ايوة. بالزبط برافو عليكم. الغرزة العيمة. لو احنا بصينا الغرزة العيمة عبارة عن خيط اهو. لما دخل على غرزة الوجه تقطع. لان انا عندي وجه دايما يبقى ظاهر قدامي. لكن في غرزة الظاهر اللي احنا بصينا هنلاقي خط مستقيم. طب يعني ايه غرزة عيمة? ثواني اهو? الابرة هيه قدامي عليها الخيط. وكمان لقطت خيط جديد. من غير ما تطلع. يعني الابرة ما بتطلعش اصلا والخيط بيمر عليها. زي ما احنا شايفينا اهو. طلعت بعد كده السطر اللي بعده عشان طلقت الخط الجديد وتصرف الادين. يعني الغرزة العيمة. الابرة ما بتطلعش اصلا من مكانها. وبالتالي الخط بيمر عليها بيعمل لي شكل التشيفات. لو انا بصيت كده. ايوة بصي القماشة عاملة ازاي? ايوة دي الغرزة العيمة هي معاية. بتبقى عاملالي تشيفات في القماشة. نكمل مع بعض. وناخد اساليب رسم الغرز. اساليب رسم الغرز عندي اكتر من اسلوب. ايه هم الاكتر من اسلوب عندي? عندي الاسلوب الرمزي والخرائتي والتصويري والوصفي واوضاعي الكامت. طبعا هناخد كل واحد منهم بالتفصيل دلوقتي وهنقول ده ايه? طبعا الرمزي ده يعني مجموعة من الرموز. والخرائتي هو خط سير الخط. اما التصويري فهو شكل الغرزة تحت الميكروسكوب بتاعتنا. زي ما احنا شفناه في الفيديو كده. والوصفي ان انا بوصف الغرزة. بقول هي بتتكون من ايه? كمان اوضاع الكامات دي ان شاء الله هناخدها مع البيكي الفرنسية والبيكي السويسرية على الماكينة المستديرة. نكمل مع بعض. معنى كلمة تعليق? قلنا معنى كلمة تعليق ايه? ايوة ان الابرة بترتفع لارتقاط خيط ولا يتم تصريف الغرزة الاديمة. حسب عدد السطور المطلوبة. يعني انا عايزة اعمل تعليق على سطر. اعمل تعليق على سطرين. اعمل تعليق على تلاتة. في الحالة دي الابرة بتطلع لمستوى بيسمح لها ان هي طلقت خيط لكن ما تصرفش الغرزة الاديمة. بيتجمع عندي عدد السطور بتاعة سطر اتنين تلاتة زي ما انا عايزة وبعد كده بيتتم عملية التصريف. طيب نكمل مع بعض. وناخد. نبدأ منهجنا بالاجور. ايه الاجور? ايه المقصوب بكلمة الاجور? الاجور هو عمل سقوط بالقماش من خلال تصميمات معينة. عندما يكون القماش جرسي تاني يقصد بالاجور عمل سقوط بالقماش. عمل سقوط بالقماش من خلال تصميمات معينة. تصميمات معينة. عندما يكون القماش ايه جرسي يعني القماش على وجه واحد. هو غرزة الضهر. طيب هناخد انواع الاجور عندي. عندي نوعين من الاجور. اجور بنقل ابرة واحدة. واجور بنقل ابرتين. ده شكل الاجور بنقل ابرة واحدة. لو احنا بصنا له كده اللي قدامي ده الاسلوب الرمزي والاسلوب التصويري. طيب عايزين نبدأ مع بعض بقى ونحضر ادواتنا اللي احنا هنشتغل بيها. احنا بنشتغل بألم والمستارة بتاعنا ونبدأ نحدد المسافات بتاعتي. لو انا بصيت دلوقتي للغرزة اللي قدامي هي غرزة الاجور بتتم على تلت ابر وتلت سطور. طيب عايزين نعرف الاول نبص كده مع بعض. عايزين نعرف الاسلوب الرمزي الرمز اكس. ايوة الرمز اكس هنا على الرسمة عندي بيعبر عن غرزة وجه. الرمز اكس بيعبر عن غرزة الوجه. طيب والرمز او معايا هنا على لوحة الرسم بيعبر عن غرزة ضر. يبقى الرمز اكس بيعبر عن غرزة وجه والرمز او بيعبر عن غرزة الضر. وقلنا كمان ان الغرزة المعلقة عندي عبارة عن نقطة. النقطة دي عبارة عن غرزة معلقة. النقطة دي عبارة عن غرزة معلقة. طيب والمربع الفادي عبارة عن غرزة عائمة يبقى انا عندي اساليه برسم الغرزة عندي اول حاجة الاسلوب الرمزي عبارة عن رموز ايه الرموز بتاعتي الاكس هو غرزة وجه الاو هو غرزة الضهر والنقطة هي الغرزة المعلقة والمربع الفادي هي الغرزة العائمة احنا اتفقنا طبعا غرزة وجه يعني فيها تصريف كامل غرزة الضهر يعني حصل تصريف على الضهر غرزة معلقة الابرة طلعت لمستوى سمح لها انها طول قطخية لكن ما تصرفش وغرزة عائمة الابرة ما بتطلعش والخط بيمر عليها طيب ده اسمه اسلوب ايه ده اسمه اسلوب رمزي اسلوب رمزي طيب احنا لو جينا قلنا عندنا رسم الغرز كمان اسلوب خرائتي اسلوب خرائتي ايه هو الاسلوب الخرائتي هو خط تصير الخير عندي الشكل ده كده اللي احنا بنقول عليه زي الفيونكا التحت ده ده غرزة وجه ده غرزة وجه طيب والشكل التاني اللي هو الفيونكا العكس ده ده غرزة ضهر تمام طيب امالي الغرزة المعلقة اللي احنا لسه قيلين عليها ايوه بالشكل ده كده دي غرزة معلقة طلعت لمستوى سمح لها انها طلقت خيط لكن ما تصرفش طيب امالي الغرزة العائمة ايه خط مستقيم بالشكل ده يبقى الاسلوب الخرائتي او خط سير الخيط عندي غرزة الوجه في يونكا بتاعتي بتبقى التحت عندي غرزة الضهر بتبقى الفوق عندي المعلقة بتبقى طلعة ونزلة بالشكل ده معناها ان هي طلعت لمستوى لقطة خيط لكن ما صرفيتش الغرزة القديمة وعندي الغرزة العائمة هي خط مستقيم طيب الاسلوب التصويري بتاعي عبارة عن غرزة الضهر بتبقى بالشكل ده كده عبارة عن انصاف دوية طبعا بنشتغل بالقلم والمسترة انا بتقل هنا عشان تبين معايا ادي العروة بتاعتي او الغرزة بتاعتي اللي بتتكون من الجزء اللي فوق ده هو رأس ودول هم الساقين واللي تحت دول هم القدمين اللي بتبدأ تتشابك الغرزة مع بعض دي معا طريقة دي كده غرزة واج طب طب غرزة الضهر بقى عايزين نشوف بعد ما شفنا غرزة الضهر عايزين نشوف غرزة الواج ده شكل غرزة الواج عندي الواجة هي متقطعة الرأس متقطعة وهنا ادي الساقين بالشكل ده وبعد كده عندي القدمين ده شكل القدمين بتوعي يبقى انا كده عملت الرأس والساقين والقدمين اهو بالشكل ده كده معايا دي غرزة واج يبقى دي غرزة واج تصويري دي غرزة ضهر تصويري تمام يبقى احنا كده ده الاسلوب رمزي اللي قولنا بيعبر عن الرموز قولنا ان ده الخرائطي اللي هو خط تصير الخيط وقلت ان ده الاسلوب التصويري طب وما لقى الاسلوب الوصفي اللي احنا لسه قايلين عليه اه الاسلوب الوصفي ده بقى لانا بقى بقى اوصف به الغرزة بقول ترتيب الايبر كزا وطريقة التشغيل كزا. طب احنا دلوقتي عايزين نرسم غرزة الاجور اللي قدام. قلنا ان احنا هنرسم لها اسلوب تصويري وهنرسم لها اسلوب رمزي. طيب اول حاجة عندي هحدد الاسلوب الرمزي بتاعه. اهو. على تلات مربعات زي ما احنا شفنا. اهو. اول حاجة في الرسمة اهو. وتلات سطور. بالشكل ده كده. يبقى انا عملت المربع. اهو. وقفلت المربع بتاعنا. بالشكل ده كده. ولازم كمان اقسم من جوه. لان دي كلها عبارة عن ابر وسطور. اهو. بالشكل ده كده. يبقى انا كده حددت. عليها الاسلوب الرمزي. طيب احنا اتفقنا ان دي جرسي يعني على وجه واحد هو الظهر. اهي يبقى بعمل تلات غرزة ضهر بالشكل ده كده. بنفس شكل الجرسي. انا كده عملتش الجرسي. ما عملتش اجور. ليه ما عملتش اجور? لان انا كده لسه ما حددتش الابرة اللي انا هنقله. جيت حددت بساهم كده وعملت كده. ده معناه ايه? معناه ان انا هنقل الابرة اللي في النص دي على الابرة ناحية اليمين. طب ولو انا كنت عملت الساهم الناحية الثانية. اجبقى كنت هنقل الابرة اللي في النص دي على الناحية الشمال. طب هي غرزة الاجور دي. انا بنفسها ازاي على المكنة? غرزة الاجور بتاعتي عبارة عن بنعمل البداية عادي خالص على المكنة. وبعد كده بنعمل الفاصل وبننقل الابرة الواجه الامامي كلها على الخلفي. باشتغل قطعة امجر سي. وبعد كده بحدد التصميم اللي انا عايزاه. بابدأ بنقل الابرة. اخد الابرة دي عن طريق البوانسون. باخد الغرزة بتاعتها واحطها على اليمين. وبعد كده بسيب الابرة شغالة فاضية وبعمل دورة. انا كده عملت سجد. عملت سجد. زي الزبط كده لما كنا بناخد تصميمات الاجور بتاعتي في سنة اولى. كنا بنعمل كده. ده كده تصميم. اهو. كان بيبقى بالشكل ده كده. واقول لك المعين ده اجور نفذيه على المكنة. ونفذيه على الورق المربعات في الرسم الفني. كنا بنقول ايه. بنحدد ان التقرار بتاعت الوقت على خمس ابر. وباخد الابرة اللي في النص بنقلها على اليمين مثلا واسيبها شغالة. نتيجة ان انا سبتها شغالة وعملت دورة بالمكنة. رايح جاي عملت لي هنا صغط. بعد كده السطر اللي بعدها هنقل اللي على اليمين وعلى الشمال. اللي بعدها هنقل اللي بقى جنبها وهكزا لغاية معي من شكل التصميم. لان احنا عندنا الاجور عبارة عن مجموعة من التصميمات. طيب انا هنا عملت اسلوب رمزي وحددت كمان الابرة اللي انا هنقله. طيب انا عايزة اعمل بقى الاسلوب التصويري بتاعها اهو. هنحدد النقط بتاعتي على مسافات متساوية اهو. ولتكن اربع مربعات عرض واربع مربعات طول عشان تبقى النسب واحدة او خمسة وخمسة برحتي حسب نوع الورق اللي قدامي. اهو. انا حددت اهو. تلات مربعات. ادي الابرة الاولى بتاعتي. و ادي الابرة التانية و ادي الابرة التالت. طب وعن طريق السطور. يبقى ده كده السطر رقم واحد. السطر رقم اتنين والسطر رقم تلاتة. طيب. نبدأ بقى في الاسلوب التصويري عشان نرسم. طبعا لازم نستعمل مصطرة الدواير. انا بحطها وبشوف انهي دايرة مناسبة للمساحة بتاعتي بعد ما قسمتها بالشكل ده. هعمل لكم اول واحدة بمصطرة الدواير. اهي. بحط حسب المقاس بتاع الدايرة بتاعتي وابدأ اشتغل. اهو. بالشكل ده كده. بعمل نص دايرة. طبعا انا هشتغل باداية عشان الوقت. لكن حضراتكم بتشتغلوا لي بالمصطرة. اهو. انا عملت كده السطر الاولاني. كان كله تصريف. تمام. السطر التاني. الابرة اللي في النص دي. ايوا. هي دي اللي هتتنيل. فانا مش هرسمها. بدل مرسم وامسح. لانا مش هرسمها اصلا. اهو. يبقى انا سبتي كده ما كان. طيب. السطر التالت زي ما احنا شايفين عبارة عن تلاتة تصريف. يبقى انا هشتغل هنا. اهو. التلاتة تصريف بتوان. بالشكل ده. بعد كده بعمل الساقين. اهو. اهو. بعمل الساقين بتوعي. اهو. بالشكل ده كده. وست الغرزة اللي انا المفروض هنقلها. طيب. انا هنا هنقلها. هي الغرزة بتكون من ايه رأس وساقين وقدمين. يبقى اول حاجة هنقل الرأس دي هنا. اه. اللي هي رأس الغرزة دي. وبعدين هنقل الساقين. اهو. بالشكل ده كده. خطين متوازين. يبقى انا كده نقلت الساقين. وبعد كده بجبك الغرزة ببعضها. الشكل ده طلعت القدمين. ووصل القدمين من تحت. يبقى انا كده رسمت غرزة الاجور بنقل ابرة واحدة. اه. الابرة دي هي اللي هتبقى عاملالي سجب زي الشكل ده كده. يبقى دي بداية السجب الاولاني وبعد كده بكمل حسب التصميم. يبقى ده شكل للأسلوب الرمزي والأسلوب التصويري لغرزة الاجور. بس ناخد بالنا انهي اجور. اجور بنقل ابرة واحدة. اللي بيطلق عليه اسم الاجور الدي. يبقى انا تاني. غرزة الاجور بتاعتي. دي بتنتج على وجه واحد. اللي هو الظهر. بيتنفز ازاي على المكنة? بعمل. بشتغل على المكنة عادي خالص بداية وفاصل. وبعد كده بنقل ابرة الواجه الامامي كلها على الخلفي. عشان تبقى كلها شغالة واحدة على الخلفي. وبعد كده بحدد الابرة اللي انا هنقلها حسب التصميم بتاعي. وحددت هنا هنا ان انا نقلتها على اليمين. طبيعيا انا ممكن انقلها على الشمال. يبقى في الحالة دي بعمل استهم ناحية الشمال. بعد كده بعد ما عمل نقلت الابرة ببدأ اسيبها شغالة واعمل دورة. لما بعمل دورة نسيجة ان الابرة تنقلت عن طريق البوانسون بتعملي سوك بحسب التصميم اللي انا عايزة. يبقى احنا كده اخدنا الاجور بنقل ار. نرجع بقى تاني ونكمل ونشوف اللي بعد كده. هناخد بعد كده الاجور بنقل ابرتين. يبقى احنا بدأنا بالاجور بنقل ابرة وبنكمل بالاجور بنقل ابرتين. طيب هنشوف الاجور بنقل ابرتين ده بيقول لي ايه بقى? بيقول لي ويتم فيها نقل ابرتين متجاورتين. لتكوين سوك باقصر اتساعا. ويسمى بالاجور الواسع. يبقى انا هنا بدل ما كنت بنقل ابرة واحدة لقد انا هنيل ايه ابريتين ليه لعمل سوك باكسر اتساعا وبيطلق عليه اسم الاجور الواسع ده شكل الاجور بنقل ابريتين او زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي دول السوكبين السوكبين بيبقوا لان ابريتين جنب بعض فبيعملولي سوك بواسع يبقى انا عندي خدنا اول حاجة طريق شفنا على الفيديو طريقة احلال الغرزة وتكونها خدنا كمان يعني ايه غرزة معلقة ويعني ايه غرزة عيمة ويقولنا ان الغرزة المعلقة فيها ان الابرة بتطلع لمستوى يسمح لها انها طلقت خيط لكن ما تصرفش الغرزة القديمة لمدة ساطر او اتنين او تلتس وبعد كده بتبدأ تصرف كله مع بعض خدنا كمان ان الغرزة العيمة الابرة ما بتطلعش اساسا وان الخد بيمر عليها بيمشي بخط مستقيم لو كانت غرزة ده ولو كانت غرزة واجه بتتقطع دي كده كانت الاساليب اللي احنا خدناها بدأنا مع بعض بغرزة الاجور وقلت ان انا عندي نوعين من الاجور اجور بنقل الابرة واجور بنقل الابرتين اجور بنقل الابرة ده بيعمل لي اجور سكبه ديق او الاجور الدايق بتايع عشان بيبقى السكبه واحد بحدد التصميم اللي انا عايزاه بشغل المكنة بنقل جميع ابر الواجه الامامي على الواجه الخلفي يبقى معنا كده ان الاجور ده بيتم على وجه واحد هو الواجه الخلفي بعد كده حددت الابرة اللي انا هنقلها وعن طريق البونسون بستخدم في نقل الغرزة اللي موجودة على الابرة على اليمين او الشمال. بس لازم وانا برسم التصميم ابقى محددة انا هنقله يمين ولا شمال. محددة السهم بتاعي عشان على اساسه هيختلف الشغل. بعد ما نقلت الابرة ببدأ اسيبها شغالة وبحرك المكنة او العربة دورتين دورة رايح سطر رايح وسطر جاي. فبالتالي بتعمل لي السبب. وهكذا حسب ما يخلص التصميم بتاعي. وخدنا مع بعض شكل الاسلوب الرمزي والاسلوب التصويري. هنكمل مع بعض بقى الاجور بنقل ابرتين ونشوف هيترسم ازاي. نكمل مع بعض. الاجور بنقل ابرتين. طيب هنبدأ مع بعض كده ونرسم. اول حاجة عندي لازم احدد الاسلوب الرمزي بتاعي. اهو بعدد الابر وعدد السطور اللي انا عايزاه. ادي اتنين. ادي تلاتة و ادي اربعة. يبقى انا خدت هنا على اربعة. في الامتحان ممكن يحدد العدد. ممكن يقول لي حددي العدد اللي احنا هنشتغل به. الاجور. في الحالي. طب لو ما قال ليش دي انا بحدد الرقم اللي انا عايزاه وبشتغل. اهم حاجة ان الغرزة تبقى عندي واضحة. اهو. انا عملت اهو المربع بتاعي. وقفلته. وهبدأ اقسم من جوه. بالشكل ده كده. اهو. انا كده حددت الابر. يبقى الابرة الاولى الابرة التانية والابرة التالتة والابرة الربعة. اجي السطور اهي. بالشكل ده كده. قفلت. الاربع سطور بتوان. السطر الاول والتاني والتالت والربعة. طيب. نكمل. انا قلت عندي لغرزة ضهر. يبقى كلها اهو زي ما انا شايفة هو. بالشكل ده كده. اهي اهو كلها. متحددة كلها اهو. كده هي بقت جرسي ضهر. لسه مبقتش اجور. ايوة عشان تبقى اجور لازم اعمل ايه? ايوة. احدد الابر اللي هتتنيل. انا حددت هنا الابرة دي. نقلتها على اليمين. والابرة اللي جنبها هنقلها على الشمال. يبقى انا كده حددت بالسهم ده. الابر هتتنيل ازاي? نقلت واحدة على اليمين ونقلت واحدة على الشمال. طيب. ابدأ هنا. احدد برضو النقط هتكون على مسافات متساوية. واتفقنا ان هي تكون تقريبا اربع مربعات عرض واربع مربعات طول. حسب مساحة الورقة ما تكفي معين. اهو. وعملتها كمان اربع ابر واربع سطور. الشكل ده كده. حددت النقط اللي انا بشتغل عليه. طبعا النقط دي ما لهاش علاقة بالموضوع. ده انا كل الحكاية عشان تبقى بس الغرزة عندي وانتظم. اول سطر زي ما انا شايفة كل غرزة ده. اهو. دايما نحاول ان انا بص للاصلوب الرمزي واشتغل منه. ايه دي السطر الاول كل غرزة ده تصريف. السطر التاني انا المفروض هنقلل الاتنين اللي في النصف فمش هرسمهم. بدل معه ده ارسم وبعد كده امسح. لا انا من البداية محددهم فمش هرسم. اهو. يبقى ادي كده الابرة اللي على الجنب والابرة اللي هنا. طيب السطر اللي بعده اهو. وسبت طبعا دول مفتحين لان هما دول هيتوصلوا بالغرز اللي تحت. وقادي السطر الاخير اهو كل غرزة دهر. بالشكل ده كده. احنا بننشي مع بعض خطوة بخطوة. هو ياريت نحضر مع بعض كده ورقة وقلم ونشتغل. طيب. هعمل هنا السقين اهو. بتوعي. بالشكل ده. اهو. نحاول نشتغل بالقلم والمصدرة. انا بنشتغل بايدنا دلوقتي عشان الوقت بس. نقدر ناخد اكبر عدد من الغرز. اهو. بوصل اللي تحت اهو بالقدمين بتوعي. طيب. هاجي بقى للابرتين اللي في النص اللي احنا قلنا ان هما هيتنقلوا. الابرة دي اتنقلت على اليمين. والابرة دي اتنقلت على الشمال. تمام. يبقى اول حاجة هحط. نقلت الراس. اهي. ونقلت الساقين بالشكل ده كده. اهو. اهو. يبقى انا كده نقلت الابرة الاولى. طب انا عايزة انقل كمان الابرة التاني. يبقى هحدد الراسة هنا قلتها هنا. وبعد كده بنقل برضو الساقين بتوعي. اهو. نقلت الساقين. تمام. فاضل ايه بقى? فاضل القدمين. اهو. اللي اللي المفروض هيتوصلوا من هنا. لان دي كده الوقت لازم يطلع القدم كده من ناحية دي. اللي هو بيوصل لي او بيعمل تشابك ما بين الورسة. طب هنا المفروض في غرزتين اللي هم شغالين هنا. طيب تمام. انا بقى هعملهم بما ان دول ما هيبوا مفتحين على بعض. هعملهم حاجة واحدة كده. عشان دول هيبوا مفتحين على بعض نتيجة ان فيه سوق بتاعت. هوصل ده بدا. وهوصل ده بدا. الشكل ده كده. وهكمل الغرزة اللي فوقها. اهي. وهوصل القدمين بتوع هاهم. يبقى انا كده. لو انا بصيت للرسمة كويس. هلاقي ظهر عندي ايه ايوة. الابريتين دول هما اللي اتنقلوا. واحدة اتنقلت على يمين والتانية اتنقلت على الشمال. عملت لي هنا السوق بين. فطبعا لان الاتنين جنب بعض هيبقوا سوق باقصر اتساعا. يعني هيبقى نلاقي السوق بواسع شوية نتيجة ان الابريتين جنب بعض. يبقى احنا كده عملنا غرزة الاجور بنقل ابريتين. حدت اربع ابر واربع سطور. رسمت كل غرزة ضه. بس هنا لازم احدد الابرة اللي انا هنقلها. حددت الابرة دي نقلتها على اليمين والابرة اللي جنبها نقلتها على الشمال. ولما جيت رسمت. رسمت الاربع ابرة هم ضهر. وبعد كده كملت بقية الغرزة. اهم حاجة ان انا حددت مكان الابريتين اللي هيتنقلوا. بدل مرسم وبعدين امسح وفضل مكان ده. لأنا من البداية بدل محددتهم من الرسمة. بحددهم هنا ومرسمهمش. نقلت اول ابرة على يمين. رأس وساقين. نقلت الابرة التانية على الشمال. رأس برضو وساقين. ووصلت اقدام ببعضها اللي هي تشابك الغرز. يبقى احنا كده خلصنا رسمت غرزة الاجور زي اللي كانت موجودة عندنا على الشاشة. زي ما احنا شايفين. يبقى احنا كده رسمنا غرزة الاجور بناء لابرة. وغرزة الاجور بناء لابرتين. واتفقنا ان الاجور بناء لابرة ده بيبقى اجور ديق نتيجة سوق بوحد. برضو نخبالنا ونركز قوي ان غرزة الاجور عبارة عن مجموعة من السقوب. سقوب حسب تصميمات معينة. يبقى انا بحدد شكل التصميم اللي انا عايزاه. والتصميم ده بيطلع لي على القماشة عبارة عن سقوب. لو هو سقب واحد يبقى اجور بناء لابرة واحدة. ولو هو سقبين جنب بعض بلاقي السقب واسع. فبيبقى في الحالة دي اجور بناء لابرتين. اهم حاجة انه بتنفز على وجه واحد. دي اهم حاجة عندي. بستخدم الابق عن طريق ان انا انقل الغرزة من على الابرة. وبحدد الاتجاه بتاع. هل انا هنقلها يمين ولا هنقلها شمال. طيب احنا كده بخلصنا جزء الاجور. وعايزين نشوف عليه مجموعة من الاسئلة. عايزين نشوف ممكن يجيلي في الامتحان ازاي. ومقدة ممكن نجيب على الاسئلة دي ازاي. طبعا احنا عندنا الجزء نظري بيبقى جزء صغير جدا. بيعتبر اسئلته بتبقى سهل بسيطة ممكن تجيلي صحة وغلط او اكمل. لكن الاساس عندي هو الرسم. يبقى لازم دايما وانت قاعدة مسكة الالم وورق المربعات وشغالة بايديك. كل ما تشغلي اكتر كل ما تديك المهارة افضل كل ما هتلاقي ايدك بتتحسن. محدش يقول انا ايدك مش حلوة دلوقت. طبيعي ان ايدنا في الاول هتبقى مش حلوة. ولو انت صورتوا الرسومات بتاعتكم من سنة اولى. وسورت رسوماتكم في سنة تانية هتحسوا بان لكم بتتحسن. نتيجة ان انا بشغل ايداية كتير. كمان في سنة تالتة كل ما بنشتغل اكتر كل ما ادينا بتبقى افضل. يبقى احنا هنا لازم امرن ايداية كتير في مادة التراكيب لانها مادة بسيطة وعليها درجة كبيرة. يعني في سنة تانية عليها خمسين درجة. في سنة تالتة عليها ستين درجة. وعن بحنا بنحتاجين المجموع عشان ندخل الكلية اللي احنا عايزينها. يبقى دي فرصة ان انا قدر الم درجات من مجد التراكيب. طب نكمل مع بعض كده ونشوف الاسئلة بتاعتنا ممكن تيجي ازاي. اهو. اول سؤال عندي اهو جاي اللي يرسم. بيقول لي ارسم غرزة الاجور بنقل ابرة في حدود خمس اعمدة وخمس سطور. مع تحديد الابرة التي يتم نقلها. يبقى هو هنا حدد لي ان عدد الابرة عندي كم ابرة خمس ابر. وعدد السطور خمسة. يبقى هو هنا محدد لي العدد اللي انا هشتغل بي. طيب نكمل مع بعض. ونشوف هيترسم ازاي. هو هنا حدد لي عدد الابرة. قال لي كم ابرة? قال لي خمس ابر. وقال لي عدد السطور كم سطر? خمس سطور. وقال لي كمان ان هي عايزها اجور بنقل ابرة واحدة. واحدد له عدد الابرة اللي انا هنقلها يبقى. لازم اعمل عليها عملية السحق. طب نبدأ مع بعض كده ونشوف. اول حاجة عندي الخمس ابر اهو. ادي كده الابرة الاولى. التانية. التالتة. الرابعة. الخمسة. يبقى انا كده حددت له. الخمس ابر اللي هو عايزه. ولازم لما يجي لي عدد زي ده اكون متمسكة بالعدد عشان بيبقى عليه درجات. وادي الخمس سطور اهم. بتوعي. هنا احنا كبرنا هو طلب اكتر شوي. يبقى انا بابقى ملتزمة بالعدد اللي هو طلبه مني. اهو. ايه دي خمس ابر. بالشكل ده بقسمهم. بالقلم والمصطرة عشان يبقوا مزبوطين معي. اوصل واقفل المربع بتاعي. اهو. شغلنا لازم يكون منتظم بالقلم والمصطرة عشان يطلع شكله حلو. لان احنا اتفعنا ان الدرجة مش هصحه غلط بس. لا ده على شكل الرسمة كمان. اهو عملت انا كده. حد يعدي معي بقى كده. حد شاطر. نعد كده. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى انا كده حددت خمس ابر. وكم سطر? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وحددت خمس سطور. طيب. هو عايز اجور بنقل ابرة واحدة. الاول هعمله كله غرزة ضهر اهو. كله عبارة عن او. بالشكل ده كده. اهو. ادي غرزة ضهر كلها. على هيئة حرف او. كلها او. دي كده بقت جرسي. انا كده ما حددتش اي حاجة لسه. ده هو ايه اللي حددي الابرة اللي هتتنيني. يعني هو اللي عايزنا انا اللي حدد مش مديني ابرة واحدة. طب انا مثلا هختاري الابرة اللي في النص دي. وهعمل لها السهم ده كده. انا حددته هو. ممكن انتوا تختاروا اي ابرة تانية وترسموا. عشان تمرنوا اديكوا اكتر. انا حددت الابرة هي رقم تلاتة. في السطر رقم تلاتة هي دي اللي انا هنقلها وهنقلها على اليمين. طب نيجي هنا بقى للاسلوب التصويري لانه عايزه رمزي وتصويري. اهو. بالشكل ده. هحدد الخمس. ابر بتوعي. والخمس سطور. وزي ما اتفقنا بنعمل على مسافات متساوية. اهو. بالشكل ده. قلت النقط دي بس بالنسبالي خط بيان عشان ارسم عليها. لكن ملهاش اي علاقة بالموضوع. لان بلاقي بنات بتسأل. طب بدين اعملها لون ايه. لا اعملها اي لون. هي كده كده. دي بنسبالي زي خطوط العمل كده. ملهاش اي مكان. لكن هي بتساعدني عشان تطلع للغرزة منتظمة عنتي. كلها مسافات واحدة. اول سطر زي ما احنا شايفين. كله عبارة عن غرزة ضهر. اهو. اول سطر. غرزة ضهر اهو. بالشكل ده. ما فغوش اي حاجة خالص. طيب. السطر التاني برضو كله غرزة ضهر زي ما احنا شايفين اهو. احنا اتفعنا ان احنا بنشتغل من قدامي من الاسلوب الرمزي. محدش يحفظ. اعرفي بس شكل الاسلوب الرمزي ايه? وبدأ يشتغل منه. اقري كده. سطر سطر. هيبقى سهلة عليك. طيب. السطر التالت ده بقى لانا هنقل فيه. هنقل فيه الابرة اللي في النص اللي هي دي. بالضبط. انا بقى مش هرسم دي. هسيبها فاضية بدل مرسم وامسح. هرسم الاتنين اللي على يمين والاتنين اللي على الشمال. اهو. ادي رسمت الاتنين اللي على يمين. وهرسم الاتنين اللي على الشمال. سبت اهو دي فاضية لان هي دي مكان الابرة اللي انا هنقلها. السطر اللي بعده رقم اربعة كله شغال عادي. اهو. بقى كله تصريف اهو. الابرة هي اشتغلت. السطر اللي بعده عادي. اهو والسطر الاخير كله شغال زي ما احنا شايفين تصريف اهو بالشكل ده كده تصريف تمام كده طيب احنا بقى لو نيجي نكمل بقى عايزة ايه اعمل الساقين ما انا دلوقتي عملت الراس المفروض بعمل الساقين ليهم كله اهو بالقلم والمصدرة نحاول دايما يبقى شغلنا مزبوط اهو ايدي انا عملت الساق الاولانية اهو وهعمل الساق التاني احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة علشان انتو كمان تشتولوا معايا خطوة خطوة لو انتو بصيتوا للرسمة اللي في الكتاب عمركم هتعرفوا تطلعوها لازم خطوة خطوة كده تبقى قدامك عشان تقدر يتوضح ايدي اهو السطر الاولاني عملتوه الساقين بطوله ادي السطر التاني والابرة التانية العمود التاني اهو هعمله برضو الساقين بتواني بالشكل ده كده اهو الساق الاول و ادي الساق التاني يبقى انا كده عملت العمود الاولاني طبعا كل ابرة بعمود عملت الابرة الاولانية او العمود الاولاني الرأس والساقين بتواني طيب هسيب اللي في النص ده عشان طبعا هي دي اللي هيبقى فيها عملية التصريب بتاعتها اللي احنا نقلناها هي ستها برضو في النص فاضي اهي ما جيتش عندها خالص عشان هي دي اخر حاجة انا بشتغل عليها اهي هعمل الساقين بتوعي للابرتين اللي على اليمين اهو ايدي الابرة الاولانية طبعا كل ابرة عاملة لي عمود اهو بالشكل ده كده وهنعمل الساق التانية اهو بالشكل ده كده ادي الساق التانية وبعد كده اخر ابرة عندي اهي ادي اخر ابرة اهي عملت الساق الاولانية وهعمل الساق التانية اهو بالشكل ده كده يبقى انا عملت كده كله جرسي لسه ما نقلتش الابرة اللي في النص طب الابرة اللي في النص دي اللي احنا محددينها هنا وقولنا ان هي هتتنقل على اليمين تمام اول حاجة قلنا ان الراس من هنا هتشارك وتتحط على اليمين اه دي الراسة اهي بالشكل ده وبعد كده بعمل ايه ايوة بقوم نقلى الساقين بتوع اه هم جبت المصطرة بتاعتي ونقلت الساقين ساقين متوزين بالشكل ده عمرهم ما هيتقابله مع بعض تمام وبعد كده باش بوك القدمين ايه دي القدم متشبكة مع اللي فوق بص عملت الساق بازاي لا لسه لسه ان انا اكمل بقية القدمين اللي هشبك بهم الغرز ما هي دلوقتي بصوا العمود واقف فاضي اهو مفيش حاجة مشبكة يبقى انا لازم بشبك الغرز دي كلها عن طريق القدمين بتوع الغرز اهو يبقى انا لازم اقفل لان انا لو معملتش ده كده بقى للرسمة بتاعتي نقص اه بالشكل ده كده انا بعمل القدمين اللي هي بنشبك بهم الغرز ببعض الشكل ده يبقى انا كده عملت غرزة الاجور اللي هو قال لي عليها عن طريق خمس ابر وخمس سطور وحددت كمان الابرة اللي انا بنقلها اهي حددت الابرة هي عشان كده سبتها فاضية نقلت الراس على اليمين نقلت الساقين على اليمين وشبكت القدمين طب لو كان انا عملي السهم على الشمال او لو انا عملته على الشمال مفيش مشكل كنت هحط الراس هنا على الشمال الساقين على الشمال وكمل بقية الغرز يبقى احنا كده حلنا السؤال الاولاني لما جي قال لي ارسم غرزة الاجور بنقل ابرة في حدود خمس اعمدة وخمس سطور يبقى الغرزة بتاعتنا سهلة وما فيهاش حاجة بس اهم حاجة لو حدد لي عدد ابر وعدد سطور لازم ارتزم بها يعني احنا في السؤال ده قال لي خمس ابر وخمس سطور بس يسابني انا حرية اختياري الابرة اللي هتتنقل في امتحان تاني منكم ما يجيش كده ممكن يجيلي اسلوب رمزي وهو يحددلي الابرة اللي هتتنقل يعني مديني مثلا شكل اربعة فاربعة ومدحددلي الابرة اللي هتتنقل بقى في الحالة دي اما باجي ارسم بابقى ملتزمة كمة الالتزام بعدد الابرة اللي هو الدهلي والتزم كمان بالابرة اللي هو علملي عليها انها تتنقل سوان كنت هتتنقل يمين ولا شمال لان انا لو ما نفستش اللي هو طلبه يبقى انا كده ما حققتش الاجابة الصحة عشان في بنات تقول ما انا حليت وما جبتش درجات لما انت ما التزمتش بالسؤال يبقى احنا لازم نرتزم بالسؤال واشوف ايه اللي هو مطلوب مني هو طلب مني عدد ابر وعدد سطور التزم بعيد الابر وعدد سطور طلب مني انقل الابرة يمين ولا شمال التزم بنقل الابرة يمين وشمال يبقى انا في الحالة دي لازم وانا دايما بدرب ايدي ادرب ايدي ازاي انقل اليمين وازاي انقل شمال عشان في اي وقت تجيلي نقل يمين او نقل شمالة لقيها سهلة عندي وبسيطة طيب نكمل مع بعض كده ونشوف الاسئلة بتاعتنا ممكن تجيلينا ازاي عندي سؤال تاني بيقول لي ده علامة صح او غلط امام الجمل الاتاية يعني انا دلوقتي بيحدد لي مجموعة من الجمل ويقول لي قول صح ولا غلط يقصد بالاجور عمل خطوط بالقماش حسب التصميم يقصد بالاجور عمل خطوط بالقماش حسب التصميم طب هو احنا لسه يلين دي خطوط طبعا لا احنا يلين عبارة عن سقوب يبقى طبعا الجملة هتبقى غلط طيب السؤال التاني يوجد اكثر من نوع من الاجور او طبعا احنا عندنا نوعين من الاجور تبقى الجملة صح طيب نكمل مع بعض عشان وقتنا خلاص قرب ينتهي رقم تلاتة الاجور الواسع ينتج من نقل غرزتين متجاورتين او مزبوط احنا فعلا لما نقلنا الغرزتين جنب بعض عملوا لي سقب اكثر التساع رقم اربعة ينتج سقب الاجور من قطع الخط طب احنا قطعنا الخط لا طبعا ده نبنقل الابرة الغرزة اللي على الابرة بنقلها يبقى بينتج من نقل الابر وليس قطع الخط واخر حاجة عندي في الحلقة النهاردة ينتج الاجور على الماكينة من الوجهين طبعا لا احنا اتفنا ان الاجور بينتج على وجه واحد يبقى احنا هنا النهاردة الحمد لله قدرنا نستعرض جزء الاجور كله بانواعه اجور ابرة واحدة وابرتين ورسمناها مع بعض اتمنى انتوا تجيبوا وراء وقلم وتشتغلوا معنا خطوة بخطوة وتتواصلوا معنا على قناتنا على يوتيوب واحنا في انتظار اي اسئلة ليكم وان شاء الله هنرد عليكم بكل اجابات اللي اتفتكم اتمنى لكم النجاح واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته